في دورة جديدة لي اسمها الانتاجية دخلت في أعماق هذه المسألة و درستها بعمق و سألت نفسي سؤال و بحثت الجواب العلمي عليه ثم حتى ألفت فيه مقياسا يقيس عوائق الانتاجية فوجدت بالعلم أن الانتاجية يعيقها خمسة أمور واللفت فيها مقياس لو طبقتوا ستعرفوا ما هو العائق أو العوائق قد يكون أكثر من العائق الذي يسبب عدم انتاجيتكم لكن العائق رقم واحد عند معظم الناس هو المثالية نعم المثالية يريد هذا الانسان أن يكون مثاليا مثالي في حياة مثالي في إنجازه مثالي الله يرضى عليكم لا تكونوا مثاليين أولا عندما أتعامل مع نفسي أولا على أني أنا لست مثالي أنا في فترة من حياتي وأيقظني منها هذا المرض الطويل الحقيقة أكثر من غيره يعني يعني كنت أعتبر نفسي صاحب إنجاز و عطاء و مهارات و كذا و يعني أكثر قدرة من غيري يمكن غيري أحسن مني بس أنا أكثر قدرة من غيري لكن علمتني الحياة و علمني هذا التأمد أني لحظة أنت لست مثالي هناك من هو أحسن منك بكثير و أفضل منك بكثير ليس فقط في التقوى و العلاقة بالله حتى في المهارات و الإنجاز و كذا يعني و ذلك سيدنا موسى عليه السلام لما سأله قومه من أعلم الناس قال أنا فعاتبه الله عز وجل هو أهم نبي في ذلك الزمان مع ذلك لا لا لست أنت روح شوف القضر و تعلم منه من قالك أنت أعلم واحد يعلمنا و يعلمه نفس الشيء هنا أنا متأكد أن هناك أحسن مني بك هذا يعلمنا التواه عندما ننظر لأنفسنا أننا لسنا مثاليين سنتواضع عندما أنظر إلى علمي أني لا أعرف كل شيء سأكثر من قول والله ما أعرف لا أدري يمكن أن أكون غلطان المثالي ما يقولها لكن غير المثالي يكثر من هذا لأن هذه حقيقة المسألة أكثر من هذا وأعمق عندما أحاول أن أنجز لا تقوم مثاليا أيها حتى في الإنجاز حتى في العطاء أقول لكم قصة صارت معي عطلتني كثيرا أنا جلست في الدكتوراه عشر سنوات ولست نادما عليها لأن الحمد لله كنت أثناء وجودي في أمريكا كل أسبوع كنت أسافر للدعوة إلى الله عز وجل وكل أسبوع والله يزيها خير أم محمد صبرت عليه وأولادها لكني العشر سنين لم يكن سببها فقط الانشغال بالدعوة وإن كان هذا بفضل الله عز وجل لكن لها سبب آخر أني كنت مثالي فعطلت إنجازي يعني كيف تعرفون رسالة الدكتوراه خاصة في العلوم التطبيقية وليس الإنسانية لها منهجية خاصة فطبعا أول شيء نبدأ فيه هو الدراسات السابقة طبعا إحنا في العلوم التطبيقية ما ننسوي عينة واستفتاء وكذا هذا شغل علوم الإنسانية إحنا نروح نسوي تجارب وتطبيق ولا أدوات كمبيوتر إلى آخر فالباب الأول هو دراسات السابقة التي كنت بها في الموضوع والباب الثاني هو ما هو منهجيتي في البحث فجلست حوالي تسع سنوات في البابين الأول والثاني أما خمس أبواب باب الأول والثاني ليش أني كل ما انتهيت من دراسة وجدت فيه دراسة أخرى كل ما فكرت فيه منهج فكرت فيه منهج أحسن وظليت إلى عن يوم الأيام واحد من أساتتتي ساعدني قال لي انت شبالك طولت هذا فقلت لك قال لي يا طارق ما هكذا تكتب الرسالة قلت لكيف تكتب قال لي اكتبها كاملة كلها كلها كاملة قلت لك بس حتكون غلط وخرابيط فقال لي كلمة قال لي أجلكم الله اكتبها زبالة بعدين نظفها وطهرها ما تكتبها لأنه لما تكون مثالي لن تنجز كذلك في حياتنا وفي مشاريعنا إذا كل خطوة لازم تكون مثالية وكل إنجازة ما رح ننجز فاقبلوا ثمانين بالمئة في النسخة الأولى ثم حسنوها وحسنوها وحسنوها مع الأيام هكذا تنجزوا وتنجزوا أكثر ما في مشروع ولا كتاب أخرجته وهو مثالي أنا أعرف أن فيه أخطاء لكني أعرف أنها قابلة للتصحيح في النسخ الأخرى لا تكونوا مثاليين تنجزوا وفقكم الله تعالى